ماذا نتدين وهل لا مفر من التدين هذا السؤال يبدو عادي وبسيط لكن لديه إجابة تبسط الأمور أكثر مما هي معقدة لدى عدد كبير من كتاب هناك كتب ومؤلفات وموسوعات حول هذا الموضوع فأنا برأيي أن الموضوع هو أبسط من هذا فنحن دائما نحاول نطبق ما يسمى بنصل أوبام نصل أوبام أو شفرة أوبام هذه الشفرة يقول لك أن هناك أجوبة كثيرة على أسئلة كثيرة ولكن دائما نختار الجواب الأسهل والأقرب إلى المنطق فبهذا الطريقة نستطيع أن نهوز شيء له معنى واضح وأقرب إلى طريقتنا بالفهم حينما نولد لنرى هذا العالم ربما لكي نعيش في هذا العالم أو نراه المهم نحن نولد ونعيش في هذا العالم نجد أننا وسط عالم غامض كل تفاصيل غير مفهومة ويجب علينا أن نعيش فيه والسؤال هو كيف بالطبع راح نستعمل أول شيء الأسلحة التي جهزتنا لها الطبيعة أو أي كأن آخر علوي أو غيبي أو سماوي هذه الحواس التي وفرتها لنا هذه القوة هي التي ستجعلنا نتطور مع الزمن وأيضا يعود السؤال كيف الطريقة الوحيدة الموجودة لدينا هي أن نستعمل العالم من حولنا وأشياءه وهواءه نأكل بعضها ونتنفس بعضها الآخر الأكسجين مثلا مؤخرا قبل قرن فقط بدأت الناس تعرف بأنها تتنفس من أجل الحصول على الأكسجين وهو شيء من الأشياء فنحن نتنفس ولا نشعر بهذا العمر كل ما نعرفه أننا بدون التنفس سنموت ولا نستطيع البقاء على قيد الحياة هذا اللي نعرفه فقط في المحصلة وحتى حينما عرفنا أنه الأكسجين هل يعني أننا عرفنا كل شيء لا هو الأكسجين أيضا أيضا هو سؤال آخر ما هو الأكسجين نحن كنا نسأل ما هو الهواء إذا انسألنا والآن أيضا نسأل ما هو الأكسجين انسألنا أيضا فبالتالي هي كل الأشياء فيها جانب لا بد منه من الغموض في المحصلة لدينا حواس الوضع الآن نحن لدينا حواس وحولنا عالم علينا استكشافه واستغلاله هذه الحواس هي أدواتنا أو الأجهزة التي وفرتها لنا طبيعة العين هي بديل بعد ذلك الإنسان اكتشف المنظار اليد بعد ذلك الإنسان اكتشف المطرقة واكتشف الأشياء الأخرى الخاصة التي تعوض عن قوة اليد وتضاعف قوة اليد وأيضا لدينا السمع وأيضا هناك آلات وأجهزة من خلال هذه الفكرة تكرنا أجهزة متخصصة في السماء أفضل منها بكثير وهناك حيوانات تسمع منها أفضل المهم إحنا ولدنا في هذا العالم ولدينا حواس والتي هي أجهزتنا الخاصة للاكتشاف هذا العالم واستغلاله لكن سؤال هذا كله موجود كيف نعرف الطريق والطريقة أي أنه وجدنا نفسنا في الطريق إحنا رغم أن نوفنا سنولد في طريق وداخل جماعة بكل الأحوال هذا أمر لا شك فيه ولا يمكن أن نوجد بدون هذا الأمر يعني لا بد من وجود فضاء حيوي أرض نعيش عليها أو أي مكان مكان نعيش عليه وهناك جماعة حولنا فهذا الطريق موجود شيئنا أما بيننا أول ما لحظة الولادة لكن السؤال كيف نستمر في هذا الطريق ما هي الطريقة ما هو الهدف لماذا أيضا لا نستطيع السير في هذا الطريق منفردين لا بد من أن ننجذب إلى نوعنا البيولوجي ونعيش معه وأكثر من هذا ننجذب إلى النوع الذي ولدنا في رعايته وفي رحمه يعني أنا كداما نقول هنا نعيش نخرج من رحم الأم إلى رحم الجماعة التي نعيش خارجها فهذا رحم الجماعة هو الرحم الاجتماعي ومشيمة الاجتماعية التي نرضع منها حتى يوم نغادر هذا العالم أو نموت في هذا العالم والمغادرة موضوع ديني المهم عندما تنقطع مشيمة الأم تستمر معنا مشيمة الطبيعة ومشيمة الجماعة التي ننجد فيها وهذه المشيمة الطبيعة توفر لنا التواصل تغذيتنا بالغذاء والهواء وأيضا المشيمة الجماعية أو الاجتماعية التي نولد فيها تواصل تغذيتنا بالطريقة وهذه الطريقة هي ما نسميها ما نسميها دين فهنا نبدأ نفهم بأن الدين مسألة أساسية في وجود أي مجتمع كل ما نتعلمه بالتالي منذ الصغر وحتى نهاية حياتنا لا يهدث دون وجود دين لكن المشكلة أين المشكلة أن كل مننا يعرف معنى الدين بالنسبة له وهذا يتعلق بالطريقة التي نتعلمها ونعيش على أساسها داخل هذا الرحم الجماعي أو الرحم الديني إذا صحت التسمية وأنا التسمية أن أفضل إديه هو هناك الرحم الطبيعة ورحم الرحم الديني إنا لا نستطيع أن نعيش معهما إلا بوجود الرحم الديني أو الرحم المعرفي هذا الرحم هو الرحم الديني هو الذي لا بد من وجوده لكي نضمن وجودنا داخل هذا العالم أو داخل الرحم الطبيعي أو الرحم الكوني هذا الرحم لا يمكن أن تعيش فيه إلا بوجود طريقة والطريقة هي التي يوفرها لنا الرحم الديني بل أن ممكن أن هذا الرحم الديني يسمى أسماء مختلفة لكن الآن التسمية الكبرى بالنسبة إلي أسميها الرحم الديني بدونه لا يستطيع أي كان أن يعيشه ويتواصل حتى الحيوانات لا تستطيع أن يتواصل بوجود رحم ديني أو سلالة ما أب وأم على الأقل يتولى عملية تربية الأبناء صحية الغرائز موجودة الأفعال اللا إرادية موجودة لكنها لا تكفي لوحدة لا بد من وجود رحم ديني يمنح الطفل الجديد أو الكائن الجديد الطريقة وهذا الإسلوء وهذا الطريقة لا بد من وجودها والبعض ربما يسميها تحضر التمدن حداثة يسميها عقيدة روحية يسميها تصوف يسميها علم مثلا علمانية هاي الأسماء مختلفة أنا كلها يعتبرها دين لهذا سأرجو الجميع عندما يسمعنا تحدث عن الدين فيعرف أن معنى الدين بالنسبة لي هو هذا هو القطيئ بالتعريف العام القطيئ في عالم الحيوان لكن أنا سميه القطيئ البشري أو جماعة البشري وهذا الدين الذي يعطيك الطريقة ومنحك الطريقة الخلاصة الذي يرده وصل له أين؟ هنا المشكلة بالطريقة أو الطريق يعني من يتولى هذه العملية؟ هذه العملية شاقة جدا ولا يمكن أن يولد الإنسان وهو يعرفها لا بد من أن يتعلمها من المحيط الذي يولد فيه هذا المحيط هو الذي يرغمك على هذه الطريقة وإلا فلا تستطيع أن تمارس أي شيء ولا يستطيع حتى الذي يعتني بك أن يفعل شيئا لأجلك أن لم تكن لديه الطريقة يعني لا تستطيع مثلا أنت شخص مريض فرضا لا تستطيع أن تعيش إلا وجود شخص لديه خبرة طبية أو معرفة طبية سابقة وليدة التجربة والوعي والفهم والدراسة أو وليدة التجربة فقط كما وحال للشعوب البداية لا بد من وجود شخص يعالجك بطريقة ما وهذه الطريقة كر كلمة طريقة لاحظوا هذه الطريقة لا بد من تعلمها والعيش على أساسها هنا تظهر المشكلة المشكلة من الذي يعني يتولى التخطيط لهذه الطريقة ومن الذي يتولى عملية فرض هذه الطريقة على الجميع لكي يستطيع جميع النجاح في مهمة الوجود داخل الرحم الطبيعي الرحم الطبيعي لا يقمل أو الرحم الكون أو الحياة لا يمكن أن تتواصل فيه إلا بوجود الرحم الديني أو لا بد أن تتغذى على المشيمة الدينية المشيمة الدينية هي هذه أشكال مختلفة الأطفال في أوروبا مثلا يولدون منذ الظغر الآباء هم أوصياء على الأولاد وليسوا آباء حرية التصرف بالأولاد لا يمكن لأب أو أم أن يقتل ابنه مثلا ليس لديه هذا الحق وليس لديهم الحق بأن يربون أولادهم بطريقة معينة ضد مبادئ المجتمع فبالتالي الدولة أو النظام أو السيستم هذا يعمل وفق رحم الديني الخاص بتلك الدولة أنا أسمي ذلك الرحم الديني يأخذ الشكل الحداثي الرحم الديني الإسلامي يأخذ الشكل الإسلامي الرحم الديني الياباني يأخذ الشكل ديانة الزن مثلا أو الآن في شعوب الوقت المعاصر يأخذ الشكل الحضارة الغربية هذا يسميه الرحم الحضاري الديني هو دائما الديني موجود يعني هو أي تشكيل جماعي يشكل هناك الرحم العلماني معظم دول العالم الآن تعيش تحت خانة الرحم أو الطريقة العلمانية في الرؤية والعمل والتفكير والتربية والتعليم والحياة عموما سابقا معظم الشعوب كانت تعيش تحت وطأة أو تحت فضاء أو رعاية الرحم أو المشيء الديني والذي يشمل الجميع وهو عادة في المناطق التوحيدية إسلام مسيحية بدأت مع اليهود هذا الرحم الديني التوحيدي هو المهيمن هناك رحم ديني كونفوشوسيكان وهناك رحم ديني هندوسي بعد ذلك طرع بودي من أجه اشتقى من أجه وهكذا العملية تتطور بشكل مستمر المشكلة وين هي حتى نعرف لماذا تظهر إشكالات من خلال الرحم الديني لأنه طريق وطريقة والطريق موجود لكن الطريق أيضا يختلف ويتحرك ويتغير وتبدل ليس لأننا نريد أن نغيرها أو لأننا يعني عدنا رغبة دائما بغير تغيير الطريق بالعكس لنحن ليس لدينا تغيير أي طريقة يعني دائما لدينا أن نحب الأشياء تبقى على حالها ونبقى أحياء إلى الأبد لكن هي هنا المشكلة هنا نولد في عالم متحرك ومتغير فبالتالي الطريق يختلف والطريقة تختلف والأشخاص يختلفون وهناك عملية تفاعل هنا كل محاولاتنا أن نثبت ما لدينا نحاول أن نحصر أن نحصر عدد المتغيرات ونسيطر عليها فلما نفعل نختار الطريقة الطريقة عندما تولد لدينا أو نبتكرها يبتكرها أحد ما بيننا لديه هذه القدرة أو لديه قدرة على فرضها على الجميع مثل ما فعل النبي محمد مثلا في رسالته النبي موسى على اليهود مثل ما فعل المسيح بلد والتداخل لكن عموما هي هكذا هؤلاء فرضوا على الجميع هذه هي المشكلة بالطريقة فاللي يصير هو هنا وهي أن هؤلاء يفرضون على الجميع العالم نص ثابت لأنه لا يستطيع أن نعيش داخل طريقة ما أو لا تستطيع لا تفرض رحم ديني معين لا بد من تثبيت مسلمات وبدهيات أساسية وإلا لا يمكن أن توجد طريقة الطريقة هي هنا المشكلة المشكلة للإنسان أنه لا بد من أن نجتمع معا هذا الشرط أساسي ولا بد أن نتعلم من بعضنا معا والشرط الآخر كيف نتعلم معا لا بد من وجود طريقة الطريقة توجد طبعا وتفرض على الجميع لا يوجد طريق آخر لا بد من فرض كل شيء على الجميع فبالتالي عندما يكون الدين عندما كلمة الدين يهدم معاني كلمة الدين بالعربية توحي بهذا المعنى الداخل هي الامتثال والخضوع والإذلال والطاعة والقضاء هي الأصل الكريمة حتى من أيام الأكاديين والبابليين والأشوريين والعبرية أيضا اليهود معناها القضاء أو بيت القضاء أو بيت الدين يعني أو بيت الحساب أو يوم الدينون أيضا مشتقة من كلمة الدينون فبالتالي هو هذا الدين وعدما تيجي مثلا على الرحم الديني العلماني الرحم الديني العلماني أنا أعتبره دين العلماني لأنه ما دام طريقة أي طريقة تختارها أنا أعتبرها دين فبالتالي عندما يجي واحد ويتسأل لماذا الدين يعود للهيمنة لأنه هو لا بد أن تختار طريقة وعندما تختار طريقة لا بد أن تختار طريقة فيها ثبات وفيها عقيدة راسخة لا تقبل الجدل وهنا المشكلة فالدين لا يعود عندما يستغروا بعض الدين يعود رغم أن الاكتشافات رغم أن أثبتنا بعدم وجود إله أو أثبتنا عدم استطاعتنا تأكيد على وجود إله هذه كل الأمور هي الدل على أن المسألة لا علاقة لها بالأسئلة العظمى والكبرى ولا علاقة لها بوجود إله وعدم وجود إله ولا علاقة بأصل الوجود وهذه الأسئلة الفلسفية الكبرى أنا أعتبر كل هذه المدارس اللاهوتية بأكملها وحتى المدارس الميتافيزيقية الفلسفية هذه كلها محاولات لأدلجة الموضوع ولغسل الأدمغة ولفرض هذه الطريقة هي واحدة من المظاهر محاولة تثبيت الطريقة التي يخضئ بها القائمون على الرحم الديني الخاص بهم مثلا قائمون على الرحم الديني في البلدان العربية خلال الخمسين عاما التي مضت هؤلاء فرضوا الرحم الديني التوحيدي وبأشكاله المختلفة أشكال الشيعية أو أشكاله السلفية أو الوهابية أو الأزهرية مضاها مختلفة لو هم شافعين وعلى الأشعارية لكن مهم هم هؤلاء فرضوا هذا النموذج قبلهم كان هناك النموذج الشبه الليبرالي أو العلماني وكان ساءت في المنطقة سواء في إيران إبغانستان التركية وكانت قوى كبرى ففرضت الموضوع على الجميع في ذلك الزمان وكان هناك نوع انفتاح انحسار للرحم الديني التقليدي لكن أجل الرحم الديني العلماني أو الرحم الديني الليبرالي هذا السبب ما أنا سمي دين كل منظومة تفرض طريقتها على الإنسان الذي يولد في زمن معين نحن ولدنا في هذا الزمان في زمني ولدنا على كان هناك نوع من الهيمنة العلمانية الرحم الديني العلماني أو الرؤية العلمانية للعالم كانت هي القضية أو اللون الذي يجب أن يسير عليه الجميع كانت هي الطريقة ثابتة لكن على حساب اللون الرحم الديني التوحيدي كان موجود لكن كان خافت أو في حالة انحسار مع سقوط النموذج القومي اللي هو مشتق من الرحم الديني العلماني أو يأخذ مجال حيوي من مجالات النظرة الدينية للعالم النظرة الدينية العلمانية للعالم هذا المجال بدأ ضعفه وسقطه خاصة بعد هزيمة 1967 انتقل الموضوع أصبح تركت ساعة فارغة للمجال الديني فاستغلها السياسيون وشجعوا الانتماء الديني للناس وهو سهل جدا لأنه موجود عبر التاريخ فمجرد تستعمله وليس لأن الدين منتشر بيننا الآن لأنه لديه قوة ما لا يوجد منافس أصلا فعدما يفتخر أنا مسلم وأفتخر فهو من حقه يفتخر لأنه ليس لديه حل آخر أنت لم تضع أمامك حلول أخرى وهو هذا الحل الموجود عبر آلاف السنين حل الديني الرحم الديني سواء الرحم الديني الوتني أو الرحم الديني التوحيدي الذي أتى بعده فهي هكذا الأمور فعدما نرى الواقع أو الحقائق بهذه الطريقة سنفهم الكثير هذا اللي أريد أقوله المشكلة الأخطر من كل هذا أنه قلنا هناك نولد نجد طريق أو نولد في طريق حتما وهذا الطريق هو يتكون يعني نخرج من الرحم ندخل فيه رحمين الرحم المادي اللي هو الرحم الطبيعة رحم الطبيعة أو رحم الوجود أو رحم الحياة بأكملها قدما نسقط فيه رحم الحياة نحتاج طريق ونحتاج طريقه الطريق موجود ممكن نغير بأشكاله لكن هو موجود دائما بشكل أو بآخر مليون شكل من أشكال الطرق موجودة طريق يعني ما أخذ الطريق تمشي به حتى تمشي به يعني لا بد أن توجد في مكان فهذا الطريق تنظر إلى شيء فمجرد أن تنظر صار عندك طريق أو تختار أو تختار صار عندك طريق المشكلة كيف تتحرك من مكان إلى آخر هذا اللي يسميه تثبيت تتولد في حالة ثبات دائمة وموجودة لا بد أن تثبت شيء حتى تتحرك على أساسه المشكلة من يحدد لك الهدف ومن يحدد لك الطريق ممكن تختاره بنفسك لكن قدما تختار طريق معين تخرج عن الجماعة يعني أنت مثل واحد نحن جالسين في مدينة أو في منطقة ريفية مثلا أو في غابة جزء من الغابة فعندما أنت أولادك أو المؤلم أفراد الجماعة كل واحد ياخد طريق مختار به لكل ضاعة تتفرق شمل الجماعة لا بد من وجود رحم معرفي أو رحم ديني يبتكر طريقة خاصة ويبتكر أهداف معين فدائما الجماعة تحاول أن تنظم مجموعة من مفاهيم وأنماط العلاقات والتقاليد والعراف التي يلتزم بها جميع بدون هذا الالتزام سيتفرط شمل الجميع ولن يستطيع الجنس البشري التواصل سينقرض كنا سنكون قد انقرضنا قبل ألاف السنين كان الدين الرحم الديني هو الذي يوفر لنا هذه الطريقة رحم الطبيعة ولدنا فيه أعطانا المكان لكن لم يعطينا الطريق والطريقة الرحم الديني الذي باجتماعنا معا هو الذي يوفر لنا الطريقة فقلت هذا الطريقة هو المشكلة من يضع هذا الطريقة من يضع هذه الطريقة لا يستطيع فرد واحد أن يضع هذه الطريقة لا بد من وجود شخص يقرر أي يصدر قرار بأن هذه الطريقة هي الصحيحة وهنا تحدث الصراعات بين القوى أو الشخصيات التي تكسب قوة بين الجماعة التي نفترض مثلا جماعة المؤمنين بينهم شخص وضع مذهب جديد مثل جماعة الباهائية مثلا ظهر قال أن هذا المذهب القديم أو الرحم الديني القديم التوحيد العادي أنا ما يعجبني أنا راح أسمي رحم ديني بهائي وخلق موضوعه طلعوا لجماعة وهؤلاء التزموا بهذا المشروع بأكملهم لكن لا بد من وجود لحمة أو أسميها الغراءة الاستماعية أو الجماعية الذي يربط بين الجميع وهذا لا يحدث إلا بوجود اتفاق عام مرغمين أو مختنعين يعني لا بد من وجود عملية إرغام أو غراء من كلمة غراء اجتماعي أو جماعي هو يمسكك مع الآخر لا تستطيع أن تتخلص منه هو يصير جزء منك يعني أنت لا تشعر أنت فرد فعلا لكنك هناك رابطة أو وصل بينك وبين الأخير لا يمكن أن يتم اختراق هذا الأمر فأنت متعود مثلا مثلا متعود أنه تتعامل مع زوجتك أو أختك أو ابنك بطريقة معينة فلا تستوعب أنه الآخرين يتعاملوا بطريقة أخرى لأن هذا هو الغراء الاجتماعي أو الجماع الذي نشأت عليه لا تستطيع تغييره وطريقة الأخرى تستغربها وتستهجنها ربما هنا المشكلة الكبيرة التي يأتي من قوة فائلة أو طبقة مهيمنة هي التي تفرض عليك الطريق وتحدد لك الهدف أيضا تقول لك الهدف من وجوده طاعة الله هو المقصود الجماعة الله هو الجماعة نفسه أو الرحم الديني نفسه وهذا هو اللي يولدنا دائما وظهور أشخاص يستغلون الأمور ويستثمرونه ويصبحون يقدمون خدمات للطريقة الجيدة فنحن دائما بحاجة لأشخاص يضع لنا طريقة أو مثل مثل دولوجيا حتى صار على علم خاص في الموضوع منهج أو نهج لهذه سيبتشوف كلمة الدين دائما يتحدث لك عن ثوابت عن المنهج والنهج والمذهب كلمات المذهب من الذهبة والمنهج من النهج الطريق الهدي الهداية هي الهداية عن أيضا طريق فكلها تتحدث عن طريق أو الصراط كلها كلمات لها علاقة بالطريق والطريق والأمة الجماعة هناك طريق وهناك جماعة حتى تتأملوها هندسين راح تكتشفون الموضوع بهذا الشكل أدما نبسط الفكرة وهنا الهدف أنه علينا نعي ما نحن عليه أدما نعي الصورة بهذا الشكل سيصبح كل شيء مفهوما وقابلنا للتفسير بدلا من ندخل في النزاعات أحنا ماذا نفعل ندخل في النزاعات نقول لهذا الدين فيه مشاكل وهذه كذا وكذا ونذهب ننصرف إلى النزاع أنه هذا الشيعي وهذا الدين هذا غلط وهذا كافر وهذا صحيح وهذا حلال وهذا حرام فنحن ندخل في التفاصيل لكن لا نرى المشهد بأكمله وعدما نختلف نقول لا نتحدث باسم الدين الصحيح باسم الجماعة الصحيحة باسم القيم والمبادئ وقيم الرحم الديني الأوسع مثلا إذا كان الرحم الديني التوحيد يقول لك هذا هذا يدمر الوحدة ودائما الوحدة هي قضية أساسية لدى جميع الجماعات البشرية دائما وحدة الموقف وعدم التفرقة لأن التفرقة معناته دمار كامل فهنا الإشكال يحصل بين جميع هذه الأطراف وهذه معادلات ومداخلات كثيرة وهؤلاء يأتون ويعلمونكم كيف تتحدثون معه كيف تختارون الطريق الصحيح ودائما كل واحد يعرض بضع توقلك هذا الطريق الأفضل كثيرون عرضوا بضعهم ومذاهبهم وأديانهم أديان ومذاهب لا تحصى التي فشلت يعني إذا راجعنا التاريخ الأديان الموجودة مثلا الإسلام السلفية والإسلام الشيعي أو أنواع الإسلام الشيعي بداخل عشرات الأنواع والسلف أيضا عشرات الأنواع هذه التي نجحت بالبقاء أيضا راح تندثر ورح يبقى من أجهة واحدة اثنين وهناك أديان في العالم المسيح الأوروبي المسيحية نجحت وبعد ذلك الآن انحسر دورها وأجد طريقة جديدة هي الطريقة العلمانية الحداثة وداخلها أيضا عشرات الأشكال وأخفقت عشرات الأخفاقات طلعت من أجهة التيارات المتطرفة اللائكية يعني الأنماط العلمانية مختلفة جدا فيه علمانية ديكتاتورية وهذا اللي يشن البعض على البعض بهذه الطريقة هي كلها محاولة لسير على طريقة محددة ومعينة والتدين بالنتيجة الأساسية اللي دائما أقولها وحتى أعرف وأختم بهذا الموضوع حتى أعرف المتدين تعريف المتدين هو الذي يوحي بما سأقول أو يوضح ببساطة ما أقول المتدين هو الشخص الذي يتحدث بصيغة فردية عن عقيدة جماعية ويدافع عنها بكل الطرق المتاحة ولو تطلب ذلك التضحية بالنفس وسحق أي نفس مختلفة لماذا؟ ما هو السبب؟ هو حاجة هذا الشخص إلى أن يوفر ويديم الشعور بالانتماء إلى الجماعة النوعية أي إلى النحلة أو المذهب أو العقيدة أو النسب بالدم بين أفراد الجماعة البشرية بالتالي أختم أقول هذا المتدين هو الذي يتبنى خطاب الجماعة التي يولد بها وهذا الخطاب هو الذي يعتبره انتماءه الخاص والذي لا يستطيع أن يعيش بدونه سواء منذ الولادة وربما ينفصل عنهم بعد الزمن أن يذهب لما ينفصل عنهم إلى أن يذهب إلى جماعة أخرى مختلفة عن جماعته لكنه يبقى يعني بعقيدته الأصلية ويبقى مخلصا يتلك العقيدة إلا إذا تخلى عنها وهذا أمر ليس بالسهل لأنك تتنشأ ويتشكل داخلك هذا اللي سميته الغراءة الاجتماعية الجماعية هذا الغراءة الجماعية لا تستطيع تبديله بسهولة إلا إذا كان أنا بالنسبة لي كنت نوعا ما محظوظ لأنه لم كنت داما من طفولتي وحتى أنا صغيرة تذكر أنا بعالمي الخاص وما حد فرض عليه شيء هناك أشياء فرضت علي لكن هي أشياء البسيطة الأساسية مثلا الأكل الشرب الملابس لكن ما كنت تهتم بها الأمور كنت دائما شخص متفرج وأراقب ولدي حلقة مع صديق أرنست وليم بأنوان سيرة متفرج يعني فيها إشارات لهذا الموضوع شكرا جزيلا وإسراء الطالع مع السلامة ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا